إذن فقرات خيركم السبق هذه الفقرات الجميلة اللي خصصناها في يوم الجمعة المبارك باش نتعرفوا أكتر على المجتمع المدني نشاطاته وشي قدم المساعدات إلى الجزائريين وينما كانوا داخل أو خارج الوطن والآن راح نستقبل وإياكم الجمعية الوطنية لحماية الشلل الدماغي باش نحكو أكتر على هذه الجمعية نشاطات الجمعية وبشاريع الجمعية أيضا باش نفصلوا في هذا الموضوع أكتر وأكتر يلتحق بنا السيد أحمد مقدم رئيس الجمعية الوطنية لحماية الشلل الدماغي صباح الأنوار أسباحا نهو نهاكم بوك وإلى جميع مستمعنا كيام جمعة مباكة شكرا لك ومرحبا بك في بلاتو أشوال وقمورنينج أيضا تلتحق بنا السيدة صباح عيساوي وهي مستشارة في الجمعية الوطنية لحماية الشلل الدماغي صباح الأنوار أستاذا سباح الخير خويا شكرا على الاستضافة شكرا لكم وشكرا لاختياركم أيضا الشروق مورني باش طلوا على الناس باش تعرفوا أيضا بالجمعية ديالكم ونشاطاتكم بلايطا نروح مع السيد أحمد احكينا أكتر على الجمعية بالنسبة للناس لما يعرفوها شوش تقدر تقول عليها كيفاش تقدر تعرفها للجمهور والمشاهد الجمعية الوطنية أمل حياة لحماية أطفال الشلل الدماغي هي الجمعية الفتية تأسست من معاناة أولياء أطفال الشلل الدماغي كوني أب لطفل الشلل الدماغي كانت لنا نظرة من أجل دفاع عن هذا المرض غير معروف في الجزائر والحمد لله بتوفيق من الله والأولياء اللي وقفوا وأسسنا هذه الجمعية اللي بهن نخوجوها للمشاهد المديني بهن نعرفو هذه الفئة ويش تحتاج فئة أطفال الشلل الدماغي ويش لازم لها المعاناة لها يعانيها الطفل المعاناة لها تعانيها العائلة التيعها على المستوى الوطني أكثر من 15 ألف طفل هذا الشيء كبير وغايفي تزايد أكثر من 15 ألف طفل مصاب بهذا المرض هل الجمعيات اليوم ناشطة في هذا المجال تحديدا كافية لتغطية احتياجات هؤلاء الأطفال والله يكون جمعية واحدة على المستوى الوطني هي الجمعية الوطنية أمل الحياة الوحيدين على المستوى الوطني هي على المستوى 52 مكتب ولائي الجمعية تقدم خدمات لهذه الفئة لكن خدمة ناقصة لأننا نقدم قوافل طبية مجانية لتسفيد منها 2098 طفل منها فحوصات عملية جراحية حقنة مدى التوكسين زارت 18 ولاية والبنامج مزا متواصل لكن هذا ما يمنعناهش باللي كين لازم يكون أفضل هذه الفئة لازم تكون مرافقة من السلطات العليا البلاد من وزارة الصحة لأن الطفل الشلال الدماغي يحتاج رعاية صحية متكاملة جميل سيدة صباح أحمد كان قال في الكلام ديالو أنه محتاجين إلى مساعدة من طرف الوزارة هل اليوم أنتم أطفال حقيقة محتاج إلى نشاطاتكم إلى خدماتكم ووشنهم الخدمات لتقدمهم لهؤلاء المصابون في الحقيقة أنا ديما نقولها أنه ما عنديش طفل شلال دماغي كيفاش يعني التحقت بهذا الجمعية من خلال يعني المعاناة تتوحم كي تروح وتشوف هذا الطفل شلال دماغي أصلا ما تعرفش أنه شلال دماغي ووش معنتها طفل معاق وخلاص ولكن طفل شلال دماغي عنده عدة إعاقات معنتها هذا الأب وهذا الأم كي يشوفوا عدة إعاقات في ولدهم ما عندهم شون يتوجهوا باش نبسط يعني الفكرة للمشاهد أنه هذا مراحشة مرض باش نقوله مرض مراحش مرض لكن عنده شفاء كيفاش من خلال مراكز العلاج طبيعي مراكز العلاج طبيعي هنا جدو منعديمة إلا ما أقول يعني ما كايناش كامل معنتها هذا الطفل خطأ طبي معنتها الوالدة يعني من ناحية نفسية أكثر خطأ في التشخيص خطأ طبي خطأ طبي يعني ديفوس كوشمو يعني من الوقت الزيادة أثناء الزيادة يوقع هذا الخطأ الطبي معنتها لو كان جاء مرض نقدروا نتقبله ولكن كيكون خطأ طبي في هذا الأمر يعني مستحيل وما بعد ما عليش يعني نقوله الله قادره والولي يبغي يتوجه باش يعالج هذا الطفل ما يكانش العلاج الطبيعي المكثف سواء يعني في كل ربوع الوطن معنتها هذا الطفل كيفاش رايح يتعامل معه الولي أنا نتحدث عن الأولياء أكثر لأنه لقيت معاناة كبيرة معهم لقيت معاناة يعني إذا حكيتها ما رايحش نوصل للفكرة صح معاناةها لازم 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 هذا الأطفال يعني نكونوا معهم لازم ديما ديما المرافقة لازم نكونوا معهم ومع أهاليهم أيضا أكيد من ناحية نفسية باش تقدر تقنع والي أنه كاين جمعية واحدة راي يدير في القوافل الطبية ماهيش حاجة سهلة حتى يشوف بعينه والحمد لله الجمعية كانت يعني مبادرة تحية للأطباء اللي التحقوا بينا الحمد لله كان عنا قريب ما يقارب إن لم تخوني الذاكرة قريب ألف طفل يعني الاستفاد والحمد لله في ولاية معسكر بالتحديد كاين أطفال ربما ولدها ما كانش يمشي والحمد لله اليوم رايح يمشي هذا فخر للجمعية وفخر لي نحن وبربي سبحانه سبحانه فخر أيضا للأطباء الجزائريين للأطباء الجزائريين من هذا الكلمة اللي قلتها للأطباء الجزائريين أنه طفل شلال دماغي كيدير عملية ماشي كما الأطباء يقدروا يديروا هذه العملية ويحد تقول لي كيفاش لأنه العملية التاعو السهل الممتنع مع أنتها هي عملية سهلة وبسيطة ولكن ماشي كما الأطباء يقدروا يديروها جميل أنت كمستشارة في الجمعية وإشن هو الدور الذي تلعبه كمستشارة وإشن هو الدور ديالك بين الجمعية وبين أولياء المرضى والمصابون وإشن هو الدور المستشار تحديدا مثلا نقول أن الأولياء ديما يستشيروني في بعض النقاط لن ننسى أنه كذلك الأولياء رهم لقفين مكاتب ولائية وقبل أن نكون مستشارة وطنية رأي رئيسة مكتب ولائي يبقى التنسيق بيننا وبين الرئيس الجمعية الوطنية وبين الأولياء كذلك في النشاطات نبقى نسقه بين الرئيس الجمعية نبقى نشوفه وينها ولاية ساعدنا باش نديروا الملتقايات الوطنية والنشاطات ولكن شوفي اليوم أولياء المرضى محتاجين إلى استشارات محتاجين إلى متابعة إلى توجه كذلك يعني المستشار الوطني ديما يبقى ينسق ينسق بين ما هو يعني الجمعية والأطباء كذلك مرات تقول لك يعني الطبيب ما نقدرش نتصل به احنا نحاوله كمستشارة وطنية يعني نوريها وينتتوجه ولا حتى الموعد يعني نبقوا نسهلوا للأولياء يعني تحتاج إلى توجه نرجع لك سيد أحمد مقدم نحكو على أبرز النشاطات اللي قمت بهم إلى غاية الآن في المجتمع المدني من خدمات لهذا الفئة تحديدا اللهي الحمد لله احنا نتكلم عن النشاط الصحي وبعدها نوجه لنشاط الصحي قمنا بفحوصات طبية مجانية وعملية جراحية أيضا حقنا التوكسين لهذه العمليات بمبالغ ريندر ومبالغ باهظة كنا كانوا الأولياء يتوجهوا إلى خارج الوطن والحمد لله احنا نقولها لهم نتشرف بالطاقم الطبي لها القوفة الطبية نوجه لهم ألف تحيام يقوموا بعمل جبار عمل متكامل فريق متكامل بمعنى كلمة حتى الأولياء دعوا ثيقة كبيرة وشافوا النتائج في الأطفال تحهم والجمعية ستسعر بكل استطاعتها رغم انعدم الإمكانيات المالية الحمد لله بفضل الله أولا في الطاقم الطبي بفضل رؤاسة المكاتب والإيار لهم أيضا يقوموا بموجودة المحسنين الجمعية يتمشي بفضل المحسنين المحبين لهذه الجمعية وأيضا المحسنين يساعدوا في الجمعية لأنه عمل ميداني عمل أطفال شافوا النتائج في ذو الأطفال والحمد لله وأيضا هناك عملية تضامنية التي قامت بها المكاتب بولئية سواء في المساعدة الغذائية في المساعدة العائلات المعوزة لديهم أطفال الأطفال هذو عندهم أولياء معدومي الدخل وكان يدخل تحهم ضعيف الحمد لله يعني كان العائلة حتى المعوزة من خدماتكم من خدمات الحمد لله نحن الجمعية تحوص توصل معاناة تعالى الأطفال تحوص توصل مطالب لسلوطة العلية لأن هذه الأطفال يحتاجوا مطالب تحهم منها المنحة رعاية خاصة منها أيضا منها ليس يسفيدوا منها كامل الأطفال كان لطفال حاموهم من منحة لأن الأب تعهيد قاضى الدخل وأنا نقولها الأب يتقاضى خمس ألاف ولاست ألاف منها يقول على الطفال هذا إجحافي حق الطفال ولكن فقط نقطة سيدة صباح قالت باللي تسعى دائما إلى كسب ربما ثقة الناس والأولياء كيفاش تقدروا اليوم تقولوا للناس ولا تدعوهم خاصة هذه الفئة تحديدان باش ينضموا ليكم ويلتحقوا بكم إن كان من النشاطات ولا حتى العائلات اللي عندهم مرضى كيفاش تدعوهم ولا تقدروا تقنعوهم باش ينضموا ليكم صراحة نحن الانضمام مفتوح للجامع سواء أولياء سواء متعاطفين سواء أطباء سواء نشاطات جمعويين وهذا كان بالعمل الميداني شافوا العمل الميداني شافوا العمل اللي نقوم به لدى السلطة العلية البلاد سواء نائز جمهورية الوازي الأول وازي الصحة كامل تصلنا بهم كامل تواصلنا معهم بها نشوفوا حل هذه الفئة والحمد لله هذا مفضل الله بالعمل الميداني هو لأتي النتائج والنتائج احنا ميدانيا سواء في القوى في الطبية في التواصلات مع السلطات الولائية أو السلطات العليا الأولياء دعوا ثيقة وما يتحقوا بنا وما يتوجهوا أيضا من يكونوا قوى في الولايات بعيدة يجوا من أي ولاية لأن عندهم ما صابوا شون يتوجهوا لأنهم يتوجهوا الجمعية يشوفوا النتائج ينشخصوا لهم المرض تعولادهم نسلهم العدة ويلايات جميل جدا رح نكملوا أكثر الحديث عن نشاطات الجمعية ولكن خلونا نروح إلى موجز لأهم الأنباء مع زميدنا إلهام صباح الأنور من جديد تحية صباحية متجددة لك يوسف لضيفك ولكل من التحق بنا اللحظة إذن مشاهدنا الكرام كمليل معكم في هذه الصباحية الجميلة جمعة مباركة لكل الناس لنضموا والتحقوا لنا الآن نكملوا في فقرة خيركم مسبق مع الجمعية وجمعية اللي رايح حاضرة معنا في هذه الصباحية الجميلة وهي الجمعية الوطنية أمن الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي نرجع إليك سيدة صباح نحكو ربما على الزيارات اللي وقفت عليها أنت شخصيا بمرافقة أعضاء الجمعية عائلات الأطفال المصابين ويش تقدر تقولين في هذا النقطة تحديدا كانت أول زيارة يعني ميدانية لتخوى ديسانب غدوم يلفا أكبر أكبر يعني صدمة لقيتها في حياتي هي هذه المعاناة اللي شفتها خصوصا فيما نتقذل يعني عدم التسوعية توصل إلى واحدة المراحل كبيرة كما سبقته قلت أنه إذا كان حاجة تعربي سبحانه مرحبا بها ولكن إذا كان خطأ طبي مستحيل مستحيل ما تخممش ما أنت هتشوف المعاناة تعطف للول راح تنسيك في المعاناة أخرى راح تنسيك حتى تشوف طفل الثاني نسيك في الأول ثالث كذلك نسيك في الأول والثاني معاناة كبيرة سيخته يعني ما كانش دخل دخل يعني قليل وسبحان الله معانتها محدودة الدخل معانتها أصلا ما يقدرش يعالج ولده وما يعرفش وين يعالج يعني رأي الإصابة من ضربتين خطوصا كي تجيك الضربة في ولدك صح ما رنيش أم ولكن نحس بهم لأني تحدثت مع عدة أمهات مع عدة أباء كي يوصل يبكي الأب وتبكي الأم على ولدها خلاص أنا منزيش يعني منزيش نحكي فيها بزاف معاناة كبيرة زدت وجهت من معسكر إلى وهران إلى الجزائر العاصمة إلى عنابة خليني نقول إلى يعني بومرداس إلى يعني برج بوريريج معاناة تزيد أكثر ولكن رغم المعاناة نقول أنه أيدي الجزائريين مبسوطة والجمعية الخيرية اللي كمانتما مبسوطة لمساعدة هؤلاء الناس الحمد لله الحمد لله أنا ديما نقولهم أنا ما نفشلش ومستحيل نفشل لأنه دعوة الأطفال هي معايا وربي سبحانه ويسترنا باش نخدموا هاد الحاجة وهاد الأطفال يعني يعني ربي شفنا خير لهم مستحيل تفشل من هاد المنبر كانت يعني الفكرة أنا والأخ مقدم أنه لازم لازم نواصله ولازم نتواصل ما كاش كيفة أنا نقولهم عندي طريقين إما النجاح وإما النجاح ما كاش كيفة جميل الحمد لله يعني ما كانش كيفة باش نفشل معهم والحمد لله كي خيرت العمل الجمعوي أنا عارفها وشرا أنا أقول أنه نجي من معسكر لهنا الآلجي باش نوصل لرسالة مايش حاجة سهلة ولكن الحمد لله باش يعني نقدر خليني نقول لك أنه ولو بالشيء البسيط ولو بالدعاء ما نتحى حتى هذا الإنسان اللي ما يعرفش شلال الدماغي رايح اليوم كي يسمعني يأتيه الفضل يحب ولا يكره أنه يدخل ربما لجوجل هاي يشوف هذا الطفل شلال الدماغي كيفاش داير ربما يشوف مصر الخوزنا المصريين كيفاش هاد الأطفال ولكن حتى اللي عنده مريض في الدار ما يعرفش تشخيص تاعه يقول لك مريض وخلاص صح يمكن اليوم راح بما أنه نورنا على هذا الموضوع تحديدا بلك الناس راح تتوعى أكتر وتاخدو لدها الأطباء مختصين صحيح هذه كاينة كاي اللي يعني شخصيا تعاملت معهم نشوفها نشوفها يعني عازل الإبنة تاعها للأبناء الآخرين كي نتحدث معها علىه يقول لي خلاص يعني هو زاد كي ما هاكا راح يبقى حياته كامل كي ما هاك نقول له هلا والدك قادر يشفى خطرش مراش مرض يعني خطأ طبي بعيدا عن الوراثة ما تحدش نديمة على الوراثة لأنه هذا الأمر الله غالب مفروغ من يو ونعرفه عندما نروحه رايح نقسمه لك بالله أنه نلقو نتيجة كي ما لقناها في الطفل محمد من خنشلة يعني هذا الطفل كان يعني ما تتوقعش أنه ما يتحدثش ما يشوفش ما يعرفش ولكن الأب بتاعه والأم بتاعه آمنوا أنه رايح هذا الطفل يمشي والحمد لله اليوم رايح تحدث حتى اللغة الإنجليزية جميل رسالة أمل منكم إلى كل الجزائريين ويا جمعية أمل الحياة حقيقة اسمع على مسامحة نشاطاتكم تبعث الأمل في روح الجزائريين نرجع لك سيد أحمد ربما نشاطاتكم المستقبلية نشاطات الجمعية فيما تكمن مستقبلا أنا على الأبواب اليوم الوطني ذوي احتياجي تخاصة 15 مارس لهذا الموعد أنا مبامجين صالون وطني لإبداع ذوي احتياجي تخاصة بصفة عامة لأن ذوي احتياجي تخاصة عندهم طاقات هائلة عندهم مبدعين لهذا أحب أن نكون صالون وطني بهذه الفئات بين المجتمع وأيضا يكون عندهم مؤسسات خاصة بهم لأن ذوي احتياجي خاصة الآن لازم يتكلوا على واحدهم عندهم طاقات بهذه الطاقات نستغلوها نستغلوها في الإيجابيات لأن رئيس جمهوريات توجه تعابين أن يساند هذه الفئة لتنتج ذوي احتياجي خاصة عندهم إنتاجات لماذا لا يكون عندهم مؤسسات مثلهم مثل أصحاء وهذا ما نبحث عنه وأيضا هناك مخيم طبي إن شاء الله في ولاية عن تموشد إن شاء الله أنا نوجد لها إن شاء الله مخيم طبي لأفطفل إن شاء الله إن شاء الله ندعي أن كم العائلات يجوا مع أحبابيهم وأيضا الجمعية هذه تخدم في ذي الفئة تخدم فيها على حسب الإسطاعات تحتها والحمد لله طيناهم آمل لأن نلقينا نتائج ميدانية جمعية تانا ندعي من قوةها جمعية منتيجة للوطن وللمواطن إن شاء الله جميل جدا كلام جميل باختصار فقط أهدافكم أهداف نشوف أنا الهدف الأول ورئيسي هي مراكز علاج طبيعي نتمنى تكون عندنا مراكز علاج طبيعي مثل ما في الدول دول الشقيقاء وهذه مش بعيدة على الجزائي نتمنى رسالتي إلى السيدة رئيسة الجمهورية بيكون عندنا مراكز علاج طبيعي مكثف بهذه الفئة لأنه بعد العامية الجراحية يحتاجوا إلى الطفال علاج طبيعي ويحتاج متابعة بهذه حقيقة وإن شاء الله يكون مراكز علاج طبيعي سوف يفتحوا عدة أبواب هذه الفئة أكيد شكرا لك سيد أحمد من قدم وسيدة صبا عيساوي ممثلة عن الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية الأطفال أطفال الشلل الدماغي كنتم ضيفين معنا في أشروق مورنينج إذن مكملين معكم مشاهدنا الكرام وما كنتم مرحبا بكل الناس نضمت والتح قتلين الآن وصلنا إلى واحدة من أبرز المحطات القارة لبرنامج أشروق مورنينج نروح إلى محطات رياضية هكذا ندير جولة صغيرة بين الرياضات في العالم ونرجع إلى أطلاطو أشروق مورنينج ماذا بيوش يلا